السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا بخير انا رجحت لكم النهاردة بوصفة وصفة جميلة قوي وهي عن الفطير بتاع الافران او بتاع المخابز هو طبعا مش هيبقى فطير كبير قوي كده فطير مش هلتت لا هو فطير صغير خالص من فطير كده اللي عايز طبعا يكبره يحط كذا كذا فطيره في قلبه بعض بس هنشوف مع بعض يلا المقادير معانا كيلو دقيق حطينا عليها زرة ملح وكيس فانيليا ونص كيس بكلنج بودر طبعا الفانيليا على حسب انت عايزة او مش عايزة فانيليا يعني ده اختياري وبعدين نقلب بس كل المكونات كده مع بعض ونحط ايه ميا دافية لحد ملعجينا تتعجل معنا وتلمى معنا وتبقى طرية. يبقى هو ايه دقيق وسكر مع لقتين سكر وزرة ملح و نص كيس بيكينج بودر. بصوا العجينة بقت نعمة معنا وجميلة. زي ما انتم شايفينها كده. معنا بقى سامنة ودقيق عشان بس نرش دقيق تحت الفتيرة. وهنبدأ نكور العجينة اللي معانا لكور كده. ونسيبها طبعا ترتاح. واحدة واحدة نفرتها بالنشابة. بصوا انا مش مريحة العجينة بس طبعا لو انتم ريحتوا العجينة هتبقى هتديكوا نتيجة احسن من كده وتتفرد اسرع. بصوا دلوقتي انا فردت العجينة. وبعدين جبت السامنة على زبدة اللي عايز يعمل سامنة بس عايزي براحته. وحطيت في نص الفتيرة كده وطبقتها نصين. وهبدأ احط الثامنة. في الربع اللي فاضل كده. يعني هقسم اللي عجينة ديت برضو حط نصها سامنة. واطبق النص التاني عليها. وافرت طبعا بايدي كده. وحط سامنة. واطبق العجينة. نلم العجينة كده زي ما انتم شايفين بالزبط كده. نلمها بقدينا كده. وبعدين نسابها ترتاح. وهكذا بقى نعمل كل الكمية اللي معنا اللي احنا قسمناها القور بالطريقة دي. ده بالنسبة لو هنعمل اللي هي الفتيرة صغيرة خالص. اللي هي تبقى ايه كذا بسيط يعني. لكن لو احنا عايزينها بقى مورا اكتر واكبر. هنعمل القور دي ونحطهم في قلب بعض. زي ما انتم هتشوفوا برضو دلوقتي. بص انا فردت واحدة كمان هي. وهطبق. فرتاب السمنة. وهطبق. احط سمنة. واطبق تاني. انا طبعا عند ممتي في ياريت يكون التصوير يعني ايه? مظبوط يعني. تصوير بيبقى احسن اما يكون مثلا ايه? في شقتي وكده. بصوا بقى انا فردت واحدة هيت. ديت انا هعملها بقى ايه? اتنين في بعض. هجيب كورة من اللي احنا حطينا فيها سمنة وطبقناها. نحطها بنفس الطريقة اللي انتم شايفينها دي. وبعدين نقفل عليها ونحط سمنة. ونقفل بنفس الطريقة اللي احنا بنقفل بيها. زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي يعني هنجيب بقى سنين ادهنها. ونحط الفطيرة عليها. سيبها ترتاح خالص. ربع ساعة كده هتلقاها بتتفرد لوحدة. مسافة ما انت تيجي تفرديها هتتفرد لوحدة. ما زي ما انا قلتلكم بصراحة انا ما سبتهاش ترتاح خالص. هي كتعايزة ترتاح اكتر من كده. بصوا تفردوا بنفس الطريقة دي. لو العجينة بقى مرتاحة هتتفرد بكل سهولة معاكو. والفطيرة هتبقى كبيرة. طبعا انا عاملها عشان الاطفال طبعا. آآ وولادي وكده. فاعشان يعرفوا يمسكوا الفطيرة وكده. اللي عايز يكبر بقى يحط كزا كورة بنفس الطريقة اللي انا ورتها لكو دلوقتي. بعدين نسبة ترتاح شوية وتدخل الفرن. آآ على درجة حرارة عالية. وكده يكون الفطير خلص بالشكل اللي انت شايفينه. آآ واتمنى يكون الفطير عجبكو. والفيديو كمان يكون عجبكو. آآ اهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. وآ تنسوش تفعله وزر الجرس عالكل عشان يوصلكوا كل جديد. آآ بصوا الفطير ما شاء الله. آآ منفوخ ازاي? آآ عشان البكنج بقدر اللي احنا حطناه. كده. آآ ويارب تكونوا حبيتوا الفيديو. تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. باي باي. اشتركوا في القناة.